وينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن سلامة دكتور حسن أرحب بك معنا على سكاينيوز عربية بالتأكيد زيارة مهمة وفي توقيت أيضا مهمة باحث عديدة تتزاحم على طاولة الزعيمين الإماراتي ولي العهد الإماراتي ولي عدى موظبي والرئيس المصري يعني طبعا هناك عدد كبير من المتغيرات التي ألمت بالمنطقة برأيك ما هي أبرز هذه المباحث؟ مساء الخير مروج يعني بعد الترحيب بك يعني اسمحي لي في البداية يعني كمواطن مصري أن أجدد الترحيب بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في زيارته لوطن الثاني مصر منضمن بذلك إلى جموع المصريين الذين عبروا عن حفاوة بالغة لزيارة الشيخ محمد بن زايد لعلك تعلمين أن هذه الزيارة هي الزيارة الثالثة عشر لتنضم إلى إجمالي 22 زيارة متبادلة بين زعيمي البلدين وهما يعكس عمق العلاقات وارتقائها من مجرد تعاون الثنائي إلى علاقات استراتيجية يعني ترتبط بالقضايا الإقليمية أكثر مما ترتبط بمجالات التعاون الثنائي فقط كما قلت بحق هذه الزيارة بتكتسب أهمية شديدة جدا لأنها تأتي في مرحلة دقيقة خصوصا ونحن نشهد مستجدات وتحديات مستمرة سواء ارتبطت الأمور بتدخلات أطراف إقليمية هنا أو هناك لإثارة القلاقل وعدم الاستقرار ويمكن ظهر خلال هذه المباحثات أن هناك تطابقا في وجهات النظر المصرية والإماراتية حول التصدي لكل محاولات مهددات الأمن القومي ولعلك تذكرين ما قاله الرئيس السيسي أكثر مرة من أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر وأن الأمن القومي العربي يتكون من الأمن القطري لكل دول العربية أظن أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن مصر وكذلك أمن مصر لا يتجزأ من أمن الإمارات وهو ما أكده ولي عهد أبو ظبي أكثر من مرة لعل هذا التطابق فيه رسالة قوية لكل من تسوي له نفسه أن يعبث في المنطقة بأن يرتدع وأن يتوقف عن هذه المحاولات الاستفزازية أيضا تذكرين بكل تقدير انضمام الإمارات كمراقب وترحيب مصر بانضمامها كمراقب إلى منتدى غاز شرق المتوسط خصوصا أن هذه المنطقة بعد الاكتشاف صحيح ولكن انتلقى من النقطة التي كنت تحدث فيها دكتور حسن والخاصة بردع يعني كل محاولات زعزعت استقرار المنطقة ودعنا نسمي الأمور بمسمياتها وهي ذكرت في هذا اللقاء كثيرا وهي محاربة الإرهاب بل كل يعلم أن القاهرة وأبوظبي هما رأسا حربة المقاومة ومحاربة الإرهاب في المنطقة وساعد التنسيق بينهما التصدي لكل هذه المحاولات وأيضا وعد عدد آخر من محاولات نفاذ الإرهاب في المنطقة كيف ساعد ذلك أو كيف انعكس ذلك وكيف يراد لهذا التنسيق في مواجهة الإرهاب التطور مروج أظن أن التطابق في وجهات النظر المصرية والإماراتية فيما يتعلق بتحدي مكافحة الإرهاب والعنف كان واضحا وكان التأكيد على أنه لابد أن يكون هناك تنسيق مشترك سواء أخذ بقى شكل التعاون الأمني والتعاون المخابراتي وتبادل المعلومات حوله يعني مناطق وجود الميليشيات المسلحة وأماكن دعمها ومصادر تمويلها وغيرها بالإضافة إلى المناورات البحرية لا تنسي مروج أن المناورات البحرية المصرية الإماراتية ومع أطراف عربية أخرى مستمرة والتأكيد على أمن البحر الأحمر أمر يعني يتم التأكيد عليه أكثر من مرة خلال لقاءات قيادتي الدولتين يمكن هذه التحركات كانت رسالة قوية كما قلت لأطراف إقليمية تريد العبث بالمنطقة أن ترتدع وأن تتوقف عن هذه التحركات الاستفزازية ما تؤكده مصر والإمارات خلال لقاءات القيادتين دائما أنهم جاهزتان لصد أي محاولة للتدقل في الشؤون الداخلية لأن المنطلق الحقيقي هو أن مصر والإمارات لا تتدخلان في الشؤون الداخلية لدول أخرى ولا تريدان العبث أبدا بأمن واستقرار المنطقة وبالتالي لا تقبلاني أي تحرك من أي أطراف إقليمية وبالتأكيد هنا الإشارة واضحة إلى إيران وتركيا لا تقبلاني أبدا بأي تحرك استفزازي قد يؤدي إلى إثارة عدم الاستقرار في المنطقة ولعلك تذكرين التحرشات التي قامت بها إيران أكثر من مرة بسفن إماراتية وسفن عربية وكذلك الاستفزازات التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق المتوسط كلها أعتقد أنها ستفكر أكثر من مرة نتيجة رسالة الردع التي وجهتها كل من الإمارات ومصر خلال لقاء زعيمين بلداني اليوم الحديث عن استفزازات تركيا في شرق المتوسط كم من ثقل تعطيها الخطوة وهي انضمام أبوظبي أو انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط كدولة مراقب كم يعطيه من ثقل لجهود مواجهة الإتيان على حقوق دول شرقية المتوسط يعني مروج تعلمين أن مصر استبقت الأمور بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة مع اليونان وقبرص وكان هذا سدا لمنافذ كثيرة كانت تحاول تركيا التدخل من خلالها ويأتي اليوم لتضاف الإمارات كقيمة حقيقية وإضافة حقيقية إلى المنتدى فانضمام دولة كبيرة في حجم دولة الإمارات العربية المتحدة ولها ثقل داخل منظمة الدول المصدرة للبترول أعتقد أنه سوف يمثل إضافة حقيقية بخبراتها للدول المؤسسة لهذا المنتدى كما أنها سوف تعطي رسالة قوية أيضا بأن الجميع على قلب رجل واحد وأن هناك تضامنا مهما للاستفادة من هذه الثروات لأصحابها وليس الأطراف التي تغامر بأوهام استعمارية بالية أظن أنه تمثل رسالة قوية للغاية للتعاون أيضا في إمدادات الطاقة والكهرباء خصوصا أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزا للطاقة وإمدادات الطاقة في المنطقة فأظن أن التعاون الإماراتي والتعاون المصري سوف يشهد تطورا ملموسا خلال الفترة المقبلة لعلك أيضا تذكرين أن الإمارات من أكبر الدول أو يمكن تحتل المركز الأول في الاستثمارات داخل مصر وهناك أكثر من ألف شركة تعمل في مجالات حيوية للغاية مجالات التكنولوجيا والمعلومات والبنية الأسسية وغيرها كلها تمثل إطارا للتعاون الثنائي المثمر بالنسبة للدولتين شكرا جزيلا لك من القاهرة أستاذ العلوم السياسي دكتور حسن سلامة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك